يعني في المرحلة الماضية نعم موجود أخطاء نحن اليوم لا نحمل الدكتور حيدر العبادي والحكومة الحقيقة الحالية تبعات ما جرى في الحكومة السابقة بعد احتلال داعش للمحافظة اليوم هناك تحديات كبيرة واجهت الدكتور حيدر العبادي والحكومة الاتحادية الحالية من عجز الميزانية ومن تحديات داعش وإرهاب داعش اليوم الحكومة استلمت هذه استلمت العراق والثلثي العراق محتل من قبل الإرهاب فبالتالي نحن لا نحمل هذا الأمر ولكن نريد أن نتعاون في إيصال الرسالة وحل الإشكال الذي ورثته لنا القيادات السابقة في الحكومة الماضية سواء كانت محلية أو حكومة اتحادية بل حتى تصرفات الجيش العراقي ربما هناك حقيقة غائبة لا يعلمها الكثير والبعض يعلمها هناك أناس داخل المدينة الآن في أذهانهم الجيش العراقي السابق يعني أقصد السابق قبل احتلال داعش لما نقول لهم الفرقة 15 نقول عمليات تحديد نينوى يتهيب وينظر أنه هو نفس الصورة السابقة التي مارست عليه الإرهاب بطريقة حكومية وبطريقة طائفية اليوم أبناء العراق اختلفوا الصورة الجديدة يجب أن تلبس نينوى ثوبا جديدا فكرا سلوكا مؤسساتيا سواء على المستوى الأمني أو المستوى المجتمعي في قضية وحدة العراق في قضية الغاء الطائفية والقضاء عليها في قضية القضاء على العرقية ونلجأ جميعا حكومة وشعبا إلى الحوار الهادئ لحل جميع الإشكاليات التي ورثتها لنا الحكومة السابقة والتي قد تحدث بعد احتلال داعش اليوم نحن متخوفون ليس من قضية تحذير داعش من المدينة نحن متخوفون ما بعد داعش عمليات الانتقام التي قربوا مع التحدث قد يكون هناك صراع داخلي وحروب أهلية بين أبناء المكون الواحد